كان لديك علاقة عظيمة جداً مع بيب جورديولا أثناء تدريبه لباير ميونيخ احكينا عن هذه العلاقة العظيمة لدي الكثير من الاتصالات مع سايك جورديولا حتى اليوم حتى عصير النفول حتى اليوم تحديداً هناك اتصالات وكان له بعد المباراة التي أداها في اسطنبول واستطاع كسب عدد كبير من المباريات وهو ما يحاز ثقة الكثيرين من بينهم أنا على سبيل المثال أستطيع أن أكون علاقاتي به بيب سايك جورديولا علاقة وطيدة وأعتقد أنه رجل عبقري بالمعنى الحقيقي الكلمان ولا أعتقد أنه عبقرية في المجال الكرة فقط ولكنه على المستوى الشخصي أيضاً وعلى المستوى الإنساني هو شخصية عبقرية وإنسان متعاون إلى أقصى الحدود هل وقتها وقت رحيل بيب جورديولا عن باير ميونيخ طلب منك أن يكون خليفته في باير ميونيخ هو طخل الموديل الفني الحالي لباير ميونيخ أعتقد أنه لدي علاقة قوية جداً به ولكن لا نستطيع أن أقول الأمور قد مضت هذه الطريقة لأن الأمور تخضع لكثير من الترتيبات داخل النادي وبعض الإجراءات والإدارية وغيرها وبالتالي لا أستطيع أن أقول الأمور مضت على هذا النحو بالتحديد وقتما كان بيب جورديولا يدرب باير ميونيخ كان فيه كثير من الجماهير حول العالم جماهير باير ميونيخ بتقول أنه بيب جورديولا أسلوبه لا يناسب أسلوب باير ميونيخ كنت تسمع هذه الأقويل وما كان رأيك فيها في الفترة التي كان يدرب فيها جورديولا في نادي باير ميونيخ لا أستطيع أن أقول أن النادي قد أدى مباريات عظيمة بل مباريات رائعة لم يؤديها على تاريخه وبالتالي فإن أداء السيد جورديولا في نادي باير ميونيخ كان أداء عظيماً وباهراً ولا أستطيع أحد أن يطعن عليه بأي شكل من الأشكال وكان التعاون جيداً من ناحية اللعبين وطاقب الفني كانت مرحلة نستطيع أن أقول عنها أن باير ميونيخ كان في أروع حالاته وكان في أعظم حالاته على مستوى دوري الألماني وبالتالي في هذه المقولات يجنبها الصواب وليست حقيقية هذه المقولة التي ذكرت لا تنسب الواقع تماماً وعريعاً من الصحة تماماً بالمناسبة لماذا في رأيك يتراجع كثيراً باير ميونيخ في المستوى في الدول الألماني هذا الموسم أعتقد أن نادي باير ليفر كوزن كان نادي قوي ويتمتع بعدد قوي وعدد محترم وعدد كبير من اللعبين الذين يؤدون أداء جيداً وأعتقد أن من ناحية المبدئية أن هذه سمة الأندية في كرة القدم أن فيها أبس أنداوس أو فيها بعض لحظات القوة لحظات الضعف فهذه ليست حالة مستغربة ولا هيكنها حالة عادية في جمال الألماني وبالتالي وبالتبعية هبقى محتاج أسألك عن تجربة شابه ألونسو مع باير ليفر كوزن تجربة شابه ألونسو كمدير فني في الدول الألماني أعتقد أنه له كارير قوي وكارير بخم جداً وتاريخ عريق في هذا المجال وبالتالي لا يستطيع أنا أو غيري أن في ليفر بول أو بار مونشن أو في مدريد فقد أعتقد أنه أنني على يقين من أن الرجل سيؤدي أداءاً جيداً وأداءاً بارعاً لأن تاريخه يشهد بذلك لأنه قام بمباريات دولية كبيرة وقام بأداء مباريات كثيرة على مستوى تدريب وعلى مستوى التدريب الفني وعلى مستوى الترتيب بابين اللعبين لا أستطيع إلا أن أقول أنه رجل ممتاز وسوف يؤدي مهمة طيب فرصة وأنت معي أسألك كمان عن لعبنا المصري الدولي عمر مرموش وهم يقدمه مع فريقه وإنترخت فرانكفورت في الدولي الألماني رأيك إيه؟ عمر لعب رائع ممتاز لم أرى مثله في الأوانات الأخيرة أعتقد أنه من أفضل المهاجمين في البونتس بيجا وأعتقد أنه سدد رميات قوية وحقق أهداف رائعة هو رائع لعب ممتاز لعب أعتقد أنه من أفضل اللاعبين الموجودين حاليا يلعب بشكل معجز أو بشكل إعجازي إن صح لنا أن أقول في جميع المباراة التي قضاها بالرغم من الفترة القصيرة التي قضاها في هذا النادي أو في الأندية السابقة التي لعبها داخل ألمانيا أعتقد أنه أدى مباريات على مستوى علي جدا من روعة